شباب ناذروا أنفسهم لمهمة استعادة الدولة والدفاع عن السلطة الشرعية ومنذ أن انقلب الحوث على الدولة في صنعاء وهم يخضون الصراع على أمل انتهاء الحرب ليعودوا إلى أعمالهم وجامعاتهم التي انقطعوا عنها بعد أن ضاقت بهم المدن التي غادروها كارهين لكنهم يكافحون بظهور مكشوفة فمن قتل منهم خلف أطفال يواجهون الفقر والفاقة ومن جرح منهم طاله الإهمال وخسر أكثر مما خسر في مواجهة الميدان مشاهدنا الكرام خالد مقبل وعلي الموسمي جنديان جريحان في محافظة مارب يحكيان جانبا من قصتهما في فيلم التالي نتابع ومن ثم نعود صوابت فيه 2017 شهر عشرة ونقلونا إلى مشتش فالهيا صوت عملية شكشافية في البطن وبعدين حولونا سكان القرحاء قصة ثمانية شهور بعد ثمانية شهور نقلونا إلى مصر صوت أول عملية في مصر عملية في العمود الفقري وقصة حوالي شهر وافتكت سبابا لهم العقد كتوه صوت الثانية وافتكت بعدين صوت الثالثة وصفروا باليمن ووصلت من قصة حوالي شهرين وافتكت العملية الرابعة وردونا إلى مصر الآن اسمه أكلمنا مدير اللقنة وهذا بعد علاقات معنا شي قل الميزانية اقتطعت على القرحة كامل قلنانا لملكة في حنا الآن في أنا في كانت عداني في المشتشفاء عداني بعد العملية حوالي كناه بسبوع على ما اقتطعه عداني في المشتشفاء أتواصل مع مدير اللقنة مع المندوبين قالوا معنا نش دخل بأي شي كل العلاقات والفحوصات وهذا كل شي سويته على حسابي عندي فواتير عندي كل شي ومسمو العملية الأخيرة طالبتوا بأنه في مسمو يحاكم ويطالبوا مسؤولة للدكتور ريسول الهواري لأنه عملية العملية العملية كان حقل مسمو الحبل الشوكي سلم عمل البسامل لما اختلع الفقارات الأجزية كامل وقتطع لحبل الشوكي فقالوا أنت في مسمو تقدرش تعمل شي قالتوا لهم خلاص أنتون مسؤولين قالوا حنا مسؤولين نعلكم بسمحن نفسولين نشارع الدكاتير أو اللي شي أول ما جرحنا يعني تعالينا في السفر الهيئة وقررنا سفر إلى مصر يعني جلست تابع صراحة جلست على ما سنتين وأنا تابع أو سنة وهاكذا وثماني شهر وأنا أتابع على كانت السفر حق مصر تعبنا يعني تابعنا 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 يعني بأشد الأنفس وأشد الصعاب حصلنا على الرحلة ومسافرنا إلى مصر والله شوف عندنا كان رغبة لتعقنا في الجيش الوطني من أقل الوطن من أقل الدولة من أقل الشعب تابعنا في الجيش الوطن واتصوبنا ونحن نحن هنا مثل في هكوم مع الحوثيين فتصوبت فأنا قلنا ينمشي في السفر الهيئة والله يوصلنا ل دولة مصر العربية يعني تفاجأت منفاجأة يعني غير ما تتصور يعني وصلنا لا لا كراح حبوبنا اللجنة وأنهم يعني سروا حونا لا عن دكاتره قير الدكاتره تصدر دكتور في مصر تجدهم مصفالها في مارب تصدر الكلام التي يدوه لك هنا في مارب يدوه لك في مصر حتى يجعل الواحد الأحباط ويجعل الواحد حتى لوحنا ضحنا من شان الدين ومن شان الوطن من شان الأمة ولكن الواحد ينهار عندما تضحي بروحك وضحي بدمك وضحي بأقل شيء وتلقى معاملة سيئة وتلقى معاملة أخسر معاملة نحن نبزوني لدي لكلام محبط لا يقول لي شيء يعني لا أشتي عملية ولا يقول لي أنت خلاص أدقادك هكذا معاك لا أشتي لا حاجة إلا عليك طبيعية أقول له أنا عندي ضغطة في العمود الفقري عندي يعني عيشة صغيرة في العمود الفقري يقول لي أنا لا نستطيع أن نفعل لك أي شيء نخابر لقيني يقول هكذا أنا تابعت يعني واحد دلني إلى عند طبيب في مدينة شيخ زايد وروحت إلى عند الطبيب وأنه أدلي كلام قال أنا أحتاج عملية لرفع الضغطة وبعد العضروف الزايد في العمود الفقري أنا بلغت اللجنة يقول لي أنا ما أتدخلش بلغت أستاذ محمد راجح دي هو رئيس اللجنة يقول أنا ما أتدخلش أنا معانا دكاترة الذي قرره الدكاترة نحن بان نفعلها لك قير خارج الدكاترة حقنا ما نقدرش نفعل لك شيء يعني تعالج على حسابك والله من خروقي من مشفلها إلى سكاء القرحة قسيت حوالي ثمانية شهور ونتابع بعد السفر ثمانية شهور لما سفروا في مصر أقول لا يا أستاذ محمد يعني الدكتور هذا حقك ما بيدينيش كلام سوا أنا يا أخي هذا الدكتور ما حصتش عنده علاج حصت علاجي عند دكتور ثاني أنا شتعالج عنده يقول لي لا ما أقدرش أفعل لك شيء والله ولا بلا فعل لي حاجة عند الطبيب هذا أرجعني حاولنا بأشد الصعب أرجعني عند دكتور ثاني في مستشفى المعلمين يعني فعلي عملية رفع بعض العضروف الزايد في العمود الفقري الشضية قلنا لا بعدها قال ما شو ستطيع في بعدها والطبيب الذي قابلته بمطينة شخ زايد يقول لي مستطيع بعض الشضية ورجعنا جينا مع بشحل رجعنا تحمدنا الله وتشكرنا فعلنا العملية هذا حق العضروف الزايد في مستشفى المعلمين يعني كله أدوك عند دكتورة عند دكتورة موش تمام دكتورة متشلحين قزاري موش بنيادة يسوي لك يعني العملية تكلف خمسين ستين ويسوي مشان الفلوس ما يعندوش مشكلة أعمش نعمال عملية كلا من اللقنة نكلف وقارو مسو هل عندنا ثلاثة دكتورة تبع اللقنة فقط وتشوف المعاملة من قبل اللقنة يعني والله وللأسف الشديد معاملة زي الزفت لا يعبرك أنك جريح ولا يعبرك أنك ضحيت بروحك ولا يعني أهم شنو يدي لك مواصلة يقول لك سير ويتواصل للمستشفى فلان بفلان أو لا عند الدكتور فلان بفلان لا يبزاك لا يجيب معك مندوب ولا يجيب معك يعني طبيب من اللقنة المختصين ولا شيء يعني معاملة والله أنا عانيت خمسة شهر في مصر معانا أشد المعانا وأواجه بكلامي هذا الأستاذ محمد راجح رئيس اللقنة طبية وأكلم عن المندوبين كلهم صراحة الجرحاب يعانوا معانا شديدة في مصر يعني ما تعاني في اليمن وتتابع وتعب بأشد الصعاب تحصل على سفر إلى مصر يعني لكي تعالج عندك أمل تعالج عندنا يا أخي أنا عندي أمل تعالج أعود إلى الجبهات إحنا جينا هنا عشان نحر الدين نحر الوطن من هذه العصابة الإجرامية ولكنه يعني فشلونا يعني السلطة التي فوقنا اللقنة الطبية التي في مصر أو اللقنة الطبية التي في مارب والله هي اللقنة فاشلة والله إلا المعاناة كان صعبة جدا يعني تعبنا وعذل والمندوبين ما فيش يعني متابعة لازم إلا يتصل في الاتصال عند الدكتور للمشتشفية بلغت 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 ميروح شو من نفسه يسجي لك أو يقاهز لك كل شيء يتصلن لا تتابع عندك من نفسك كل شيء بعدين عانيت خمسة شهر أنا في مصر جيت ما فيش فايدة يعني شير يعني لأجلس شهر يعني راقد داخل الشبقة ما فيش معاملة ولا متابعة ولا شيء يعني إلا أنا إذا ما تابعتش رئيسي واتابع المندوبين واتابع نشتيك هذا نشتيك هذا يعني باموه داخل الشبقة ولا حاة يقول لي وينك يعني عدم رض ولا حاة يقول لي ما جي أول ما افتكت العملية الأولة رقعت عند دكتور ثاني مرضى شاء اللقني عنه واسوي عند الدكتور الأول قالوا بنحولك عن دكتور ثاني قالتوا مش مشكلة حولنا عن دكتور ثاني عملت العملية الثانية الساعة لشهرين وافتكت قالوا دكتور ثالث ولكن والله فكيت العملية يومين أو يوم وأنا ممدد داخل المستشفى ويسوي لي خروج أنا عادنا فكيت عملية عادنا ما قد روحت من المخدر واني دي للإسعاف يسوي لي خروج أين قال روح الشبقة يعني أرجع أبكي أبكي والله اني بكيت عند رئيس اللجنة يقول لي أنا ما أقدرش عندنا نفعل يوم رقوط لو قدي أكبر عملية فعنده يوم رقوط في المستشفى والله يبزوني فوق الكرسي وأنا في أشد يعني تاعب حالة 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 حتى رجعنا للشبقة بعدها رجعنا جئست من هنا جيت ما فيش معاملة ولا في متابعة ولا أشي يعني جرحة لهم في الشقق ما فيش معاملة زي الناس وقد قدرنا أروح اليمن أخذ اللي علي طبيعي قدر أفضل من أي أس هنا أو أتعب وخليتهم حاجزوا لي سفر وعدت إلى اليمن وعدت اليمن وانا يائس محطم يعني بأشد أخذ الانكسار والله والحمد لأرجعنا لأهانا وقابلت دكتور ثانية في داومة مع الدكاتري في مستشفى لهيئة وقال لدكتور حق العمود الفقري لازم من عملية وسوى ليه لحن سفر ثانية يعني لكي نبعد الشضايا والآن سفري له ممكن سبعة شهر أو ثمانة شهر موقف ما فيش أي استجابة أو أي متابعة موقف يقول ما فيش تعيز مالي أو ما فيش دعم مع الليجنة الطبية يعني كلها من رئيس الوزراء هؤلاء الذين هم المسؤولين علينا رئيس الوزراء ومحافظة البنك هم الذين ما بيدعموا الجرحة ولا بيدعموا الفلوس أو إذا هم بيدوا زلط إلى عند الليجنة الذي في مصر كل الليجنة اللي في مصر بيلعبوه أنا والله إن الشعوري يعني صراحة عندما أشوف هؤلاء المعاملات عندما يقلد لك أنه مسؤول عن جريح أو مسؤول يعني الليجنة الطبية خاصة الليجنة الطبية اليمنية في اليمن أو في مصر يعني أنا شعوري تجاههم منكسر ومحطم الغاية اللهم أني وانا متفائل بالله سبحانه وتعالى ونحاول يعني نقوي ثقتنا به يعني نناظل ونكافح أو عسالة على الله يعني تجي الفرج ويجي الأمل من يعني من المسؤولين الذي على الشريعية أو مسؤولين على الجيش الوطني بإذن الله يعني يرجعنا الأمل هذا ويرجعنا المعنويات لماذا يحرم الجرح من حقهم في العلاج أو حقهم في استكمال العلاج لماذا يتم تسفيرهم إلى دول أخرى ومعالجاتهم في عيادات أطباء أقل تأهيلاً وإمكانات من تلك المتوفرة في مشافي الداخل لماذا تتكرر الأخطاء الطبية ويسقط المزيد من الضحايا دون أن يفتح حتى تحقيق في واحدة من هذه الشكاوى من هم المسؤولون عن هذه الكارثة وعن حدوثها أولاً وعن استمرارها ثانياً أسئلة نناقشها مع ضيفنا من مدينة مارب السيد سليمان النواب الناشط الحقوق المهتم بقضية الجأحة سيد سليمان مرحباً بك معنا مرحباً بكم ويسعد الله مساءكم وسبتمبركم وسبتمبرنا وعظيم وكل عام ونحن في خير والوطن في أمن وأمان نعم سيد سليمان قضيتنا اليوم هي إهمال الجرحة وحرمانهم من حقهم في العلاج بما أنك مهتم بهذه القضية نود أن نسألك أولاً هل هي مشكلة متعلقة بكل الجرحة بشكل عام وكيفية التعامل معهم أم أنها قضايا فردية وما هي أسبابها والله كنا نتمنى أن تكون مشكلة فردية ليسهل حلها المشكلة جماعية ومتعلقة بجميع جرحة الجيش الوطني الجرحة أكثر بالآلاف والمشاكل لا تحل هناك مشاكل كبيرة جداً فيما يخص الجرحة الأهم من هذا أنه عندما تبدأ المشاكل أو عندما يصاب الجندي في المعركة تبدأ معاناتهم مع الإهمال مع التقصير في العلاج والرعاية الطبية الكاملة الحقيقة أنه كل الأفراد الجيش الوطني يعانوا من إهمال لا نستطيع أن نقول عنه أنه إهمال متعمد لكن هناك سوء إدارة لهذا الملف يعني الملف الشائك هناك سوء التقدير هناك عمل يعني بدون ضمير العاملين في هذا الملف للأسف البعض منهم وليس كلهم يعني أعتادوا اعتادوا رؤية الجرحة يتألمون اعتادوا يعني أن يسمعوا صراخ وشكاوى الأفراد الجيش الوطني فصار الأمر عندهم عادي يعني تأتي إليه وأنت مبتور برجل بثنتي مبتور رجلين أو مبتور الدراع أو فيك إصابة الرأس لا يولي الحالة أهميتها حسب وضع الحالة نعم هذه مشكلة يعني عاني منها جميع أبطال الجيش الوطني وليس فردا واحدا أو مجموعة من الأفراد إذن إذا ما تحدثنا عن الإحصائية هل تتوفر لديكم إحصائية بعدد الجرحة المهملين والمحرومين من حقهم في العلاج هي لا تتوفر إحصائية يعني بعدد الجرحة المهملين لكن نستطيع أن نقول أنه هناك المئات من الجرحة المهملين يعني مثلا يمر على جراح الفرد الواحد أكثر من أربعة أو خمسة أشهر وبعدها يتم نقله إلى الخارج للعلاج فتصعب يعني معالجة الجرح بعد كل هذه الفترة وأغلبهم يؤدي إلى أنه بتر مثلا بتر الطرف المصاب أو مضاعفات في الشخص نفسه نعم أيضا الجرحة يعني الذين يأتون من المنطقة السادسة من المنطقة الخامسة في حرط مهملون بشكل كامل وهذه قضية وتظاهر فيها الجرحة من قبل وفعلوا وقفات عنده في مارب أمام القصر الجمهوري وناشدوا رئيس الجمهورية ونائبة ووزير الدفاع ولكن مشكلتهم لم تحل بالشكل المطلوب إنما حلول جزئية وحلول ترقيعية مشكلة الجرحة يعني تقوم بها الدولة كاملة لا يستطيع لواء أو قيادة منطقة أو أي شخص أنه يعني يهتم بهذا الملف لا تتوفر الإحصائية لأنه يوميا والجرحة يزيدون نحن في معركة والمعركة لم تتوقف المعارك مستمرة حتى ولو لم يعلن عنها وهناك إصابات يومية تصل لمستشفى الهيئة في مارب والمستشفى العسكري وبقية المناطق العسكرية نعم تم استحداث ما يسمى بسكن الجرحة يعني هذه المساكن ما الذي توفره لهؤلاء الجرحة سكن الجرحة هو كان يعني بادرة طيبة لكن للأسف تحول يعني إلى نقول مقبرة للأحياء يعني من يدخل سكن الجرحة ويشوف معاناتهم مع الإهمال مع عدم النظافة والتعقيم وتبديل يعني الفرش والبطانيات يتألم الحقيقة لما يصل إليه الجرحة وهذا ليس بسبب يعني بسبب سوء الإدارة أو وإنما بسبب المشاكل المالية يعني لم تصرف مثلاً للجرحة ميزانية محددة حيث يستطيعون أن ينفقوا منها مثلاً على السكان على تطوير السكان على تبديل الفرش الميزة للسكان هي أنه الجرحة متواجدون يعني ليسهل علاجهم لأنه بالقربة من مستشفى الهيئة إذا تضاعفت حالة الفرد هناك أطباء في السكان مثلاً إذا تضاعفت حالة الفرد فإنهم يسعفوه إلى مستشفى الهيئة لكن أيضاً حتى مستشفى الهيئة لا يمتلك الإمكانيات اللازمة هي تتبع وزارة الدفاع ورئاسة الأركان تتبع الدائرة دائرة الشهداء والجرحة في رئاسة الأركان إذا لماذا لا يتم الاهتمام بها بما أنها تتبع جهة رسمية تتبع الحكومة الشرعية هو الاهتمام يعني من عدم الاهتمام له عدة أسباب والعاملين في السكان أو مدراء السكان يبررون أنه لا يوجد لديهم ميزانية محددة ويعني كل ما يعني الذي يقومون به يعني هو بأقل التكاليف يفترض أن تحدد ميزانية محددة من قبل وزارة الدفاع لإدارة هذا السكان نحن نتحدث عن الآلاف في هذا السكان لا نتحدث عن مئة شخص أو مئتين شخص أو ثلاثمئة نتحدث عن آلاف الأشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية واهتمام من قبل وزارة الدفاع من قبل رئاسة الجمهورية والحكومة ومن محافظة مأرب نحن معنا في السكان ناس كثير أو شباب أصيبوا وهم خريجين ماجستير وخريجين بكلاريوس أو ثانوية هؤلاء الأشخاص تعطلوا من سنتين وهم في السكان لا يوجد لديهم أي برامج تأهيلية لا يوجد لديهم أي أي رحلات أو رحلات نقول ترفيهية لأن كل شخص يعني بعيد عن أهله كلهم بدون أهل سيد سليمان إذا استمعت حالة نفسية أيضا تؤثر على الجريح في تقبل العلاج وتلقيه وشكاوى الجرح دائما ما كانوا يتهمون اللجنة الطبية بالإهمال ما هي الأسباب التي تجعل اللجنة الطبية تهملهم وأيضا ترسلهم إلى أطباء يعني لا يمتلكون أي كفاء وأي مؤهلات تساعدهم حتى على العلاج حتى اللجنة الطبية بتشتكي من هذا كنت في القاهرة قبل ثلاثة أشهر ثم زرنا اللجنة الطبية وزرنا مع رئيس اللجنة الطبية وأعضاء اللجنة الطبية الجرحة الجرحة يشتكون أمام اللجنة الطبية يعني وحتى اللجنة الطبية تشتكي تقول إنه بسبب يعني الميزانية المقررة الذي رفعناها لرئيس الجمهورية لم يصرف منها إلا مليون دولار والميزانية كانت عبارة عن عشرة مليون دولار فبهذا السبب يتعاملوا مع أقل يعني مع المستشفيات الرخيصة أو الأطباء في العيادات برأيك هل هذا مبرر مقنع لأخذ أو ليذهب الجرحة إلى أماكن لا ترقى ولا تمتلك مؤهلة كافية لعلاجهم لا ليس ليس مبرر مقنع ولن نرضى أيضا وعلى الجرحة ألا يرضوا يعني بأطباء أقل كفاءة من الأطباء الذي من المفترض أنهم يذهبوا إليهم يعني إذا كان الأطباء يعني يسفروا الجريح للعلاج في الخارج لعند أطباء أقل كفاءة أو لمستشفيات أقل تجهيزات فبقاءهم في مارب أفضل لكن المشكلة يعني متعلقة بالجميع باللجنة الطبية باللجنة الطبية العسكرية في مارب بوزارة الدفاع برئيس الجمهورية بالحكومة هذا الملف ملف شائك جدا وهذا يفتت في معنوية الجيش الوطني أنا أنا كشخص أو كجندي في المعركة عندما أشاهد صديقي الجريح أو أخي وهو مهمل ومتعفنها جراحه لا يمكن أن أقدم في المعركة ولا يمكن أن أضحي بنفسي ولا يمكن أن أخاطر أنا إذا إذا تلقيت الإهمال الطبي المتعمد أو إذا إذا شفت ناس يعني لهم واسطات أو لهم ظهر يسافرون ثاني يوم والإصابة بالتأكيد هذا يمنعني من أني أقدم روحي في سبيل الوطن والثورة والجمهورية سيد سليمان استمعنا لبعض الجرح الذين أكدوا تكرار سفرهم إلى دول العلاج وأيضا تكرار العمليات التي قاموا بها إذا كان عذر اللجنة الطبية نقص الموارد ونقص المال إذن لماذا يتم تكرار هذه السفريات لماذا لا يتم توجيه الجرح إلى أماكن مناسبة ليتم علاجهم لمرة واحدة وتوفير بالتالي هذه الأموال اللجنة الطبية أعتقد أنها تقيم حسب الحالات وكل الحالات التي تم تسفيرها تقيم في مأرب من لجنة مكونة من خمسة أطباء لكن هناك أيضا مشاكل وهما الجرحاء المنطقة الخامسة في الحدود هؤلاء الأطباء الجرحاء تعرضوا لعمليات بتر أو لعمليات فاشلة يعني بإمكانك في القاهرة تسألي أي طبيب مختص يقولك نحن نعالج أولا الخطأ الطبي الأول وهذا بسبب أنهم يعني أن اللجنة أو رئاسة الأركان يهمها أن تتخلص من هذا الجريح في أي مستشفى المهم أن يدخل المستشفى وإذا دخل المستشفى لا يتم متابعة الأطباء لا يتم متابعة الجريح هذا فهذه من المشاكل أيضا حتى هنا في مستشفى الهيئة أي جريح يعني ممكن أن تسأله خاصة الجرحة الذين أصيبوا في الأطراف كل العمليات التي تقرر في مستشفى الهيئة هنا في مارب هي عملية بتر وهذه جريمة تضاف لأنهم يقولك لا يوجد عندنا الإمكانية عندنا التجهيزات أو الأدوات فأسهل حل هو يعني بتر الأطراف هذه أيضا جريمة أخرى يجب يعني على رئيس الجمهورية ونائبه التحقيق والمساءلة فيها أيضا الجرحة بإمكان أي واحد في مارب تسأله أي جريح يعني لا يوجد شيء هناك يعني مخفي يقول نحن نتعرض في مستشفى الهيئة للإهمال حتى عندما يصل الجريح أو لا يتعاملوا مع الحالة حسب يعني أول وصولها لأنهم اعتادوا مناظر الجرحة والشهداء منذ 2015 أو منذ خمسة سنوات فلم يعد يعني يهمهم هذا الجريح مما يتعرض الجريح يعني للنكسات إما بالنزيف أو جلطات أو إذا كان الأمر لا يحتاج يعني إلا أجراء بسيط جدا تفشل العملية الأولى والثانية والثالثة والجريح بعدها يتعفن في فراشة النشاط الحقوق سليمان النواب كنت معي من مدينة مارب شكرا جزيلا لك مشاهدين الكرام انتهى وقت هذه الحلقة نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو صفحاتنا على الفيسبوك ويمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب الجنديان الجريحان خالد مقبل وعلي الموسمي تم الرصد في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة